لماذا نطلق أسماء أمبياء على بيوت الله؟ الكنيسة كنسة المسيح لكنيسة مارجرجس ولكنيسة العدرة ولكنيسة مارمينة ولكنيسة يوسف النجار الكنيسة كنسة المسيح تيجوا تقول لنا طب ليه بتطلق أسماء على كنسة العدرة ومارجرجس عشان نبيي نميز ما بين كنيسة وكنيسة؟ يعني أنت أفضل لك أنك تقول أنا راح الكنيسة العدرة عيد بيه؟ ولا تقول لي راح كنيسة إصر الدبارة؟ ولا تقول راح كنيسة كلوبترة؟ إين هو؟ إحنا لما نطلق اسم قديسع عشان نميز الكنيسة لكن لو جيت في كنسة مارمينة شوبرة سميتها كنسة المسيح وكنسة العدرة عياد كنسة المسيح وكنيسة مارجرجس جريزي للبدران كنسة المسيح وانت قابلتني؟ قلتلي راح فين يا قرمية؟ أقول لك ريح كنسة المسيح إن هو كنسة المسيح فيهم أقول لك اللي في أول الترعة ولا في جزير البدران ولا فين فدي أسماء للتمييز وعلى كده أنا عايز أقول لك حاجة الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد مين اللي كتبه؟ روح الله لكن لما نيجي نقرأ يقول له المسيح مكتوب عني في ناموس موسى هو موسى اللي كتب الناموس ولا الروح القدس يقول مكتوب عني في داود هو داود اللي كتب ولا روح الله على سن داود فدي نوع من التمييز المد اللي يعطى لآخر ولكن التعبير التعبير طب أنا أقول لك حاجة أنت تعمت وتولدت الأولادة الأولى وفي آية يقول لك ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطق يا أولا حل أنت اسمك مسيحي ولا ليك اسم تاني بيندهولك به إيه رأيك لو كل مسيحي يا مسيحي يا مسيحي يا مسيحي يا مسيح رقم واحد يا مسيح رقم ألف يا مسيح رقم خمس تلاف ما ينفعش يا حبيب ليه أنت كده عندك حساسية إن كأنه لما نقول كنيسة العدرة يبقى سبنا المسيح لا ده كنيسة المسيح اللي المعروفة باسم كنيسة العدرة لأن المسبح هو مسبح المسيح ده معروف لنا مسبح مسبح واحد ليس لليهود إن يأكلوا منه يبقى إحنا لنا مسبح واحد رغم إن الكنيس ألاف مسبح واحد لكن تسمى بكده تسمى بكده طب إيه رأيك الهيكل بتاع ربنا ده اللي عملوا ربنا اسمه هيكل سليمان ما تروح تعطب ربنا وتقول له أنت ليه اديت مجدك له سليمان وسميته هيكل سليمان مش هيكل المسيح أو هيكل الله وديت الاسم الآخر الله مجده لا يعطيه لآخر ها لكن الله مجده يعطيه لأولاده لأن إحنا ورسة ومن ضمن الورسة نورس من مجده مش مجده كله مجده محدش يوصل له عشان كده يقولك إلا أختارهم إيه مجتهم بالمجد الذي كان ليه عند الآب بيصبغ مجده علينا الروح القدس بياخد من المسيح ويدينا إلى أن يتصور المسيح يسوع فينا يبقى هو ده المجد هو ده المجد يا حبيبك وبعدين أنت بتقول لي ماذا نلتزم بالمحرمات أنا وعز وعز عزة عن حتة الأكل بتاع اللي منعه ربنا بالنسبة للحيوانات لازم يكون يكتر ومشقوقه الظلف وبالنسبة للأسماك لازم يكون ليه حراشف وليه زعانف وبالنسبة للطيور ما يكونوش طيور جرحة ده درس ربنا بيعلمهن لكن الحيوانات في حد ذاتها كلها ما فيهش نجس لأن الله خلقها والدليل على ذلك بطرس لما نزلت له الملايا لقى فيها من كل أنواع الحيوانات النجس والطهر واليهود عندهم لو لقى يعني مثلا إحنا بنكل خروف كيهودي وربه مع الخنوف خنزير يبقى الخروف بقى نجس لأنه تربى مع الخنزير فلما لقى في الملايا فيه حيوانات طهرة وحيوانات نجسة زي مثلا الجمل وزي الأرنب وزي الخنزير ولقى البقر والغنم وبنقول أم أزبح وكل قال له لا يا رب أنا ما تعودتش أكل حاجة نجسة دول متربين مع بعض والطهر بيتنجس لكن عمر النجس ما يتطهر من الطهر قال له ما حلله الله لا تحرموا أنت في الآخر بيقول للعشاء الأخير وكسر الخبز وشرب النبية والصلاة هل هذا تقص من تقوص اليهود أيوة كان في تقوص اليهود لكن المسيح عمل عهد كتير كان ليهم نظام كس الشكر وكان ليهم نظام ويأكل من خروف الفصح لكن في العهد الجديد أصبح العهد عبارة عن تيه أخذ خبزا وأخذ الكأس خذوا كله خذوا أشربوا ده اللي موجود حضرتك بتقول لماذا لا نصنع مثل هذا التقص في بيوتنا الآن آه أنت عايز تشرب نبيت في البيت عايز حل أنك تشرب نبيت في البيت لا طبعا ده تقص عملي في الكنيسة يعملوه حينما يكتمعوا لكي يذكروا موت الرب إلى أن يجي ترجمة نانسي قنقر